الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي درسي لهذا اليوم يتحدث عن ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود فيما سبق درسنا ضرب وحيدات الحد والآن أضرب وحيدة حد في كثيرة حدود وأحل المعادلات التي تتضمن حاصل ضرب وحيدات حد في كثيرة الحدود نبدأ بلماذا؟ يريد نادي رياضي بناء قاعة خاصة بالتمارين الرياضية على أن يزيد طولها على ثلاثة أمثال عرضها بثلاثة أمتار ولمعرفة مساحة أرض القاعة لتغطيتها بسجات خاص بالتمارين الرياضية نضرب عرض القاعة في طولها أي أن مساحة أرض القاعة تعطي بالعبارة الضاد مضروبة في ثلاثة ضاء زائد الثلاثة لضرب وحيدة حد في كثيرة حدود نستعمل بشكل مباشر خاصية التوزيع لإيجاد ناتج ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود لو نلاحظ الآن المثال الأول ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود أوجد ناتج السالب ثلاثة سين تربيع مضروب في سبعة سين تربيع ناقص سين زائد الأربعة أقوم بشكل مباشر باستعمال خاصية التوزيع أوزع العدد الذي خارج القوس في العدد الموجود لدي داخل القوس فيصبح لدي السالب ثلاثة سين مضروب في سبعة سين تربيع ناقص السالب ثلاثة سين مضروب في السين زائد السالب ثلاثة سين تربيع مضروب في الأربعة يساوي السالب واحد وعشرون سين تربيع أس أربعة نلاحظ أن السين تربيع ضرب سين تربيع ينزل لي السين واجمع الأسس كما تعلمتها في الدرس الأول والثلاثة سين تكعيب تنزل كما هي والسالب ثلاثة سين تربيع مضروب في الأربعة يعطيني سالب الاثنى عشر سين تربيع أما الطريقة الرأسية اللي هو عن طريق أني أضربها بهذه الصورة أضع كثيرة الحدود في الأعلى ووحيدة الحد في الأسفل وأبدأ أضرب أقول السبعة ضرب سالب ثلاثة يعطيني سالب واحد وعشرون سين تربيع في سين تربيع السين أس أربعة سالب في سالب يعطيني الموجب الثلاثة ضرب واحد بثلاثة السين تربيع مضروب في سين يعطيني السين أس الثلاثة والأربعة مضروبة في سالب الثلاثة سين تربيع تعطيني سالب الاثنى عشر سين تربيع هنا بنفس الطريقة أقوم بتوزيع الضرب 5 ألف تربيع مضروف في سالب 4 ألف تربيع يعطيني سالب 20 ألف أس أربعة 5 ألف تربيع في 2 ألف يعطيني 10 ألف أس ثلاثة 5 ألف تربيع مضروف في سالب 7 يعطيني سالب 35 ألف تربيع هنا بنفس الطريقة نوزع السالب 6 دال أس ثلاثة أضربها في الحد الأول 3 دال أس أربعة سالب ستة ضرب ثلاثة بسالب ثمانية عشر دال أس ثلاثة في دال أس أربعة يعطيني دال أس السبعة بعد ذلك السالب في سالب موجب الستة في اثنان اثنى عشر الدال أس ثلاثة في دال أس ثلاثة يعطيني دال أس ستة السالب في السالب موجب الستة ضرب الواحد بستة اللي هو الدال أس ثلاثة في دال أس واحد يعطيني الدال أس أربعة آخر شيء السالب ستة ضرب موجب التسعة يعطيني أربعة وخمسون والدال والسلاثة تنزل كما هي المثال الثاني تبسيط العبارات تبسيط العبارات عن طريق توزيع الضرب الموجود لدي خارج على الأقواص ولاحظ الآن أني بضرب 2 لام في سالب 4 لام تربيع وبضرب 2 لام في 5 لام وهنا بأضرب السالب 5 في 2 لام تربيع وبأضرب 5 في 20 تصير عندي السالب 8 لام تكعيب زائد 10 لام تربيع ناقص العشرة لام تربيع ناقص المئة أجمع الحدود المتشابهة اللي يموجب 10 لام تربيع ناقص 10 لام تربيع أحذفها ما بعض يتبقى لي السالب 8 لام تكعيب ناقص المئة لدي هنا اللي هو تحقق من فهمك أقوم بخاصية التوزيع أوزع الثلاثة تعطيني ثلاثة في 5 سين تربيع بـ 15 سين تربيع الثلاثة في سالب 2 سين بـ 60 الثلاثة في سالب 4 بسالب 12 الذي يليه السالب سين في 7 سين تعطيني سالب 7 سين تكعيب ناقص 2 سين تربيع زائد اللي هو الثلاثة سين ثم الآن أقوم بجمع الحدود المتشابهة تعطيني السالب 7 سين تكعيب زائد الثلاثة عشر سين تربيع زائد الستة سين زائد الثلاثة سين تسعة سين اللي هو ناقص الاثنى عشر هنا معادلات تتضمن كثيرات حدود في طرفيها أقوم بالتوزيح كما هو موضح أمامك أوزع ثنين ألف على كلا الطرفين وثلاثة ألف أوزعها على ثنين ألف زائد ستة تعطيني العشرة ألف تربيع ناقص أربعة ألف زائد الثلاثة ألف في ثنين ألف بستة ألف تربيع الثلاثة ألف في ستة يعطيني ثمانية عشر ألف وموجب الثمانية ينزل وكذلك أقوم بالتوزيح في الطرف الآخر ألف في أربعة ألف بأربعة ألف تربيع والألف في الواحد بألف هنا الثنين ألف في ستة ألف بي اللي هو الاثنى عشر ألف تربيع واثنان ألف في سالب أربعة بسالب ثمانية ألف زائد الخمسون أجمع الحدود المتشابهة لدي تعطيني أربعة عشر ألف زائد الثمانية يساوي سالب السبعة ألف زائد الخمسون هنا أطرح من كلا الطرفين السبعة ألف تعطيني 21 ألف يساوي 42 أقسم على الواحد وعشرون يعطيني الألف تساوي الأثنان وهنا أربعة ألف بنفس الطريقة أقوم بخاصية التوزيع تعطيني 2 السين تربيع زائد الثمانية السين زائد السبعة تساوي السين زائد الثمانية زائد 2 سين تربيع زائد 2 سين زائد الاثنى عشر ثم أقوم بطرح الحدود المتشابهة تعطيني ثمانية السين زائد السبعة ثلاثة السين زائد العشرون أطرح ثلاثة السين من كلا الطرفين الخمسة السين تساوي زائد السبعة تساوي العشرون أطرح السبعة من كلا الطرفين الخمسة السين تساوي الثلاثة والعشرون أقسم الطرفين على خمسة السين تساوي الثلاثة عشر تقليل